شكرا مالك اليوم مشاهدين صحيفة السفير حافلة بالمعلومات حول توقيف نعيم عباس وخلفيات هذا التوقيف سأقرأ بعض ما جاء اليوم في صحيفة السفير حول هذه المعلومات الأمنية التي أدلى بها عباس أن سيارة كورنيش المزرعة التويوترا فور كانت ستستخدم اليوم لتفجير مبنى قناة المنار في بئر حسن قرب الغولف وأن سيارة عرسال الكيا كانت ستسلم له على أن يتولهوا اختيار توقيت تفجيرها بعد تحديد منطقة مقتضة لاستهدافها وعلم أنه تم تجهيز انتحاريين سوريين لتنفيذ المهمتين يجري البحث عنهما حاليا كما اعترف عباس لأنه تولى تجهيز انتحاري الشويفات وهو سوري يقتن في الطريق الجديد وأنه طلب منه التوجه إلى سيار درك عرمون لتفجير نفسه هناك أما فيما يتعلق بتفاصيل اعتقال عباس فقد علم أن أحد أجهزة الاستخبارات الغربية أبلغ المراجع المعنية في بيروت بأنه تم رصد رقم هاتف مشبوه يعد صاحبه أو يعد صاحبه لتنفيذ عمل إرهابي من دون تحديد هوية الشخص المتورط وعلى الفور كثفت مخابرات الجيش عمليات البحث والتحري استنادا إلى المعطيات التي كانت تملكها وتوصلت بعض رصد وتطقيق إلى ضبط مكان تواجد صاحب الرقم ومعرفة هويته وقالت مصادر أمنية رسمية مسؤولة أن عمر الأطرش اعترف بعد توقيفه بأنه كان يتعامل مع شخص يدعى نعيم عباس ويملك محلا لتصليح السيارات وكان يتسلم مني السيارات والأفراد في نقطة قريبة من الطريق الجديد وتقاطع ذلك مع رصد اتصالات عمليات تواصل بواسطة البريد الإلكتروني كان أخطرها الاتصال الذي ورد من أحد قادة كتائب عزام في دولة خليجية يطلب فيها من إحدى المجموعات في البقاع الشمالي قرب الحدود مع سوريا تنفيذ عمل ما في أقرب وقت ممكن وكان جواب المجموعة أنها تعاني من تضييق الخناق عليها وتمت الاستعانة بمجموعة أخرى في العاصمة شكت أيضا من التضييق وكان الجواب بأن فتشوا عن طرق أخرى المهم أن تفعلوا شيئا وبأسرع وقت ممكن ونبقى مع السفير ودائما في هذا السياق دخلت أربع عشرة سيارة رباعية الدفع من سوريا إلى عرسال في الثامن من الشهر الحالي وعلى متنها أشخاص يحملون جنسية خليجية إلى جانب عدد من اللبنانيين وكانت السيارات تحوي أسلحة وذخائر ومبالغ مالية وفجر أمس الأول انطلقت المجموعات ضمن فانات من عرسال بعدما جرى تأمين أوراق ثبوتية مزورة لأعضائها من أجل تسهيل تحركهم وتحركة الفانات في الاتجاهات الآتية فأم نتوجه إلى الشمال واثنان إلى بيروت وواحد إلى البقاع الأوسط ومن بين الخليجيين المنتمين إلى تلك المجموعات عبد الرحمن عين، إبراهيم غطبان دال، ماجد فضل راء، عبد الملك عين، وعاصم فهد ميم وبحسب معلومات السفير يرجح أن يكون هدف المجموعات تنفيذ عمليات تفجير واغتيال بقيادة شخص ملقب بالسريع على أن تغادر بعد ذلك إلى تركيا وإلى أخبار الحكومة العتيدة من صحيفة اللواء هذه المعلومات التي تحمل بعض التفاؤل اللواء عنوانات مراسيم الحكومة تنتظر موافقة تعون على إسناد الطاقة إلى نازاريون برأي عدد من النواب فإن الطبخة الحكومية استوات ومصادر 8 أذار تروي الوقائع التالية عن مسار التفاوض إن الاتصالات الجدية الجارية هي على جبهة التيار الوطني وتيار المستقبل تتركز الاتصالات على هذا الخط على تسليم النائب ميشيل عون بالمداورة والتي تعني مداورة في الشخص والطائفة والحزب من الاقتراحات القوية إسناد وزارة الطاقة إلى الوزير السابق أرتير نازاريون وهو من حزب التاشناك مصادر 8 أذار نفسها قالت أن التيار العوني وافق أو في الطريق إلى الموافقة بشرط إسناد وزارة الأشغال إلى الوزير جبران باسيل من دون أن تكون هذه المسألة الأخيرة حسمت في المقابل مصادر 14 أذار تتحدث عن اقتراح بإسناد الداخلية إلى النائب جمال الجراح على أن تسند وزارة الدفاع إلى الوزير السابق خليل لهراوي من حصة الرئيس سليمان وإلى صحيفة النهار الآن وتحليل سياسي في النهار حول العلاقة بين بكركي وبعبدة بعنوان مذكرة بكركي تهتز على أيدي أهل الدار أزمة صامتة بين الرئيس والبطريارك وجه البطريارك تحذيرا واضحا إلى الرئيس سليمان والرئيس المكلف تمام سلام من مغبة تشكيل حكومة لا تحظى بثقة مجلس النواب كأنه يحصر كل مسؤولية التعقيدات والمناورات بالرئيسين ومضى تاركا عاصفة من الاستياء المكتوم لدى المعنيين بتشكيل الحكومة ولدى الأوساط المراقبة التي لاحظت أن البطريارك لم يأبه أو لم ينتبه إلى انعكاسات موقف عدى انحيازا واضحا إلى العماد عون تحديدا وتسأل النهار هل تقصد البطريارك ذلك فعلا ولأي هدف ثم ماذا بين الرئيس سليمان والبطريارك هل هناك أزمة صامتة بدأت تتكشف عنها المواقف الأخيرة أسئلة وشكوك وغيوم إضافية تتراكم في سماء المشهد المسيحي مع الخشية المبررة من مزيد من انكشافه وتراجعه سؤال آخر تطرحه النهار اليوم بقلم الزميلة سلوى بعلبكي هذا التحقيق حول وضع مستشفى رفيق الحريري ماذا يحصل في هذا المستشفى وهل من مخطط ما لإقفاله فالحريق المفتعل الذي حصل أخيرا والفلتان والسرقات التي تحصل في وضح النهار تستدعي مثل هذه الأسئلة خصوصا أن السرقات بدأت تدزايد في الآونة الأخيرة وكذلك الفلتان الأمني الذي تطور أخيرا إلى إطلاق نار في مطبخ المستشفى إثر خلاف شخصي إضافة إلى تشفيط السيارات في الباحة الخارجية للمستشفى وأطلاق النار في الهواء عمليات السرقة في المستشفى ليست جديدة فقد بدأت في مطلع عام 2013 بحيث كانت تحصل سرقات لمقتنيات صغيرة من المكاتب ولكن الخطير في الأمر أن المسألة بدأت تتطور إلى أن أصبحت السرقات تشمل معدات وآلات تستخدم في المستشفى وكان آخرها سرقت مكيفات هواء من العيادات الخارجية ومن مبنى التمريد إضافة إلى سرقة قصات المخصصة للإمدادات الكهربائية وتقول بعلبكي أن المستغرب أن هذه السرقات تحصل في ساعات النهار الأولى ومنذ أيام سرق ملف من صيدلية المستشفى له علاقة بهبة إماراتية لشراء أدوية ومعدات طبية ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط وهذا التحقيق عن الوضع في سوريا طرد المستأجرين الجدد والنازحين من محيط المقرات الأمنية في دمشق يقول ناشطون أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تسعى لتشديد قبضتها على الساكنين في محيط مقراتها ويصفون تلك الإجراءات بأنها عملية تفريغ العاصمة من المستأجرين الجدد والنازحين من الريف وتضييق على سكانها الأصليين من الطائفة السنية ويقول نازحون في هذا الإطار أن كل مستأجر ينتمي للريف الدمشقي الساخن تجبره قوات الأمن على إخلاء منزله في العاصمة كما تقيد حركة المستأجرين وحتى أصحاب المنازل الأصليين إذ يحضر على الجميع استقدام أي عامل لإصلاح أي عطل في المنزل من دون أخذ موافقة الجهات الأمنية في المنطقة وإلى موسكو والمسعى الأخير للسيسي السيسي يبحث عن مباركة موسكو يقول عمر الصلح اليوم لا شك في أن الكريملين يتطلع إلى عودة الدور المصري المحوري عربيا وأقليميا نظرا لحاجة موسكو إلى حلفاء من العيار الثقيل في المنطقة بعد تراجع الدور الروسي نتيجة التحولات التي تعصف بالعالم العربي منذ سنوات وفي ظل تعقيدات الأزمة السورية روسيا كانت راهنت سابقا على الرئيس المعزول محمد مرسي لكن الأوضاع اليوم قد تبدلت على ما يبدو ولم تعد روسيا متسرعة في دعم مرشح على حساب آخر لكن بحسب المعلومات المتداولة في الأروقة الدبلوماسية فأن المشير قد حصل على دعم واشنطن في معركة الرئاسة المقبلة بعدما وفرت الرياض له الغطاء العربي والإقليمي خصوصا مع تركيا التي تمسكت بحكم الإخوان المسلمين في مصر حتى بعد سقوطه وزج مرسي في السجن وتقول مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى في موسكو إن السعودية تلعب الدور المحوري في تنظيم العلاقة بين مصر وروسيا ومن الحياة هذا الخبر المرتبط بشكل أو بآخر بواقعنا المتفجر أوقفت الشرطة في ولاية تكسس الأمريكية شابا في الثامنة عشر من عمره يتنكر بزي موزة ويحمل رشاشا من نوع كلاشنيكوف فيما كان يتجول على أحد الأرصفة ليروج لمتجر لبيع السلاح ويدعو المارة للدخول الشاب أوقف لفترة وجيزة بتهمة إزعاج المارة إلا أن المحكمة قد توجه إليه تهما أخرى بسبب إظهاره السلاح علنا شو رأيك مالك؟ لو هيدا الأرار عندنا بس شوفي ناس رح تنحبس شكرا لألك بسين حبيب